السلام عليكم هل تعلموا أن جزيرة نورتسينتينل الغامضة؟ جزيرة محظورة على العالم الخارجي سكان الجزيرة يرفضون يتواصل مع العالم الخارجي السكان يقتلون أي شخص تطأ قدمه أرض الجزيرة الاقتراب من شواطئ الجزيرة يعد جريمة بموجب القانون عند ذكر مصطلح الحظر سواء حظر التجول أو الزيارة أو التصوير فيرتبط في ذهن القارئ أن المكان منشأة عسكرية أو مؤسسة أمنية وغير ذلك لكن الغير متوقع أن يكون مكان على كوكب الأرض فرض حظر زيارته للعامة وإلا وضع أنفسهم تحت طائلة القانون خاصة مع الطفرة التي يعيشها العالم في زمن التطور والتكنولوجيا المتقدمة إنها جزيرة نورث سينتينيل الغامضة جزيرة نورث سينتينيل الغامضة جزيرة صغيرة تفتقر للموانئ ومحاطة بشعاب مرجانية هي تعد إحدى جزر أندمان الهندية التي يبلغ مساحتها 72 كيلومترا وتقع في خليج البنغال وتتبع دولة الهند إداريا وهي جزيرة محاطة بالأعشاب المرجانية ومغطاة بالغابات وتفتقر للمرافئ الطبيعية لا أحد يعرف ما هي لغة سكان هذه الجزيرة أو العادات والتقاليد أو المعتقدات الدينية كل ما يعرف عنهم أنهم يسيرون شبه عراه تقريباً ويعيشون على الأطعمة البحرية ويحرصون على إقامة حفلات شواء على الشاطئ وإنهم يرفضون جميع الزائرين باستخدام العنف وقد يصل الأمر إلى القتل بالسهام السامة والمناجل الحادة يقال أن الجزيرة مأهولة بالسكان منذ أكثر من 60 ألف سنة لكن هناك تضارب حول عدد السكان بها حيث ترجح بعض التقارير أنهم مئات في أفضل الأحوال جزيرة نورث سينتينل الغامضة صورة التقطت من بعيد لبعض سكان الجزيرة يلوحون بساحتهم البدائية ونقل لتقرير موقع ديلي ميل البريطانية عن الباحثة البارزة صوفي دريغ حيث قالت هذه واحدة من أكثر القبائل ضعفاً على هذا الكوكب يمكنهم الأصابة بالأمراض التي من الممكن أن تمحون جميعاً حرفياً هذه القبائل البدائية تمثل السلالة الباقية الوحيدة من أول البشر في آسيا وهم شقوا طريقهم من أفريقيا إلى الشرق الأوسط قبل أكثر من خمسة وسبعون ألف عام وأسطوط نوبورما والهند وفي نهاية المطاف وصل هذا الشعب إلى جزر إندمان وانتقل البعض منهم إلى جزيرة سينتينل هم يصطادون السلاحف والأسماك بالرماح والسهام والأقواس كما تجمع النساء الدرناتي وجوز الهند والتوتي والمحاري وفي فصل الصيف يجمع الأهالي العسل ويلطخون أجسادهم باستخدام عجينة ورق طريه خاصة بهم ويعيشون في أكواخ صغيرة بدائية نستكمل معكم الموضوع الخاص بجزيرة نورتسينتينل الغامضة وهي الجزيرة المحظورة على العالم الخارجي في المحتوي القادم بأمر الله تعالى مع تحياتي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين